اشتركوا في القناة 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 مثلا شهادة البكالورياء نسخة من عقد الازودياد نسخة من بطاقة وطنية للتعريف الخاصة بصاحب الطلب وكذا بوالديه او الوصيل الشرعي عبر البريد الالكتروني مع الادلاء برقم الهاتف من اجل سهل التواصل وهناك يسفتهم لهذا اليميل هذا الوزارة من حتي باكي تخانجي عرباس من غوف بايما هذا فيما يخص للمغاربة التي تدعو البكالورياء اجنبية نجو الاغلبية اللي كتنتظروا هما الحالة ديال التلامب العاديين اللي كيين في المغرب بنسبة التلامب اللي كيين في المغرب بنسبة المترشيحين المترشيه هاد الاحرار يتعين تتبع مستر التالية شنو هيديرو الولوج الى بوابة الترشيح هي هذه لحصول على القين السري الخاص ببريده الالكتروني الجديد يعني البريد الالكتروني الجديد يكون هو الكود ديال ما صار لديكم تكلفة ديال الارقام أروا بس تعليم بوائما والكود نتجيبوا من هذا الموقع هذا من بعد كتمشيوا تفعيل بريد الإلكتروني باش تفعلوا البريد الإلكتروني خذكم دخلوا لتعليم بوائما إذا إذا بغيت نشرحوا التفاصيل هذو كما ذكرت سابقا نقولوا لها في التعليقات وما تنسوش عنكم تبرتجوا مع الأصدقاء لكم حتى وما يستفدوا وهذا نشرح لكم الطريقة إن شاء الله نكملوا هنا هذا وتجذر إشارة أنه من أجل البدء في تسجيل المعلومات يتوجبوا على التلميذات والتلاميذ المتمدرسين أو الأحرار أن نقر على الرابط الحصول على كلمة المرور بموقع من حتى يتوصل بكلمة المرور عبر البريد الإلكتروني إذا البريد الإلكتروني توصلوا بها الكود باش تقدروا تعمروا المعلومات ديلكم وهذا شيء طبيعا إن شاء الله نحاول نشوفوه إذا ما عندكم شيء مشكلة من بعد ما ننسى الفيديو نشوف التعليقات إلا كين طالب كتير إن شاء الله مني نتحل بوابنار 15 هذين نشوف الطريقة ونجنوا الضحاليكم ثالثا إذا المرحلة اللي أولا كتاخذوا المدبس كتمشوا ودخلوا للمواقع منحاتي كتعمروا المعلومات ديلكم من كتكملوا وكتدروا المصادقة النهائية على الطلب ديلكم من بعد تتم عملية تتبع الطلب يمكن للتلميذات والتلاميذ لإطلاع بواسطة رابط تتبع على كل مراحل معالجة ملف طلب منحة الخاص بهم إلى حين توصل بقرار اللجنة الإقليمية للمنح عبر بريدهم الإلكتروني إذن هنا طبيعي الحال لتتبع ديال الطلب ممكن أنكم تتم عملية تتبع في نوصل الطلب واش قبلوه واش ما قبلوه إلى آخره نجيو نقرأ هنا بقى واحد تذكير هنا واجب تأكيد علامة لي بعد تسجيل طلب المنحة الإجراء الواحيد اللي بنسبة للميذات الميذات لإدعاء طلب لاستفادة من منحة بمعنى رليب غلابورس العام الجاي باش يستفد من المنحة رخص ضروري أنه يدخل عمرها من منحة تبوائما ما كنشي ورقة كتزوك تدفعها بشي بلاصة كات مشي تسجيل في منحة تبوائما وكتكون مهنة صاف كتنغير يعني خرجوا لليست مفهم يعتبر يوم الجمعة 31 يوليوز تاريخ غلق البوابة الإلكترونية آخر أجل إذاع طلبات لاستفادة من المنحة ولن يقبل أي طلب يرد بعد الأجال يردو بعد الأجال المحددة يعني إذا جه شي طلب مر 31 يوليوز أرى ما يقبله وبالتالي هنا كنصيحة مني أي شخص أو أي صديق ديلكم كيقرر في البكالوريا حاولوا تبرتجوا مع هذا الخبر باش على الأقل يوجد من نهار 15 من 15 فهما فوق أنه يتسجل في الموقع مفهم إذا تقريبا هذا شي اللي كان في الفيديو إذا إذا كان شي توضيح بخصوص المنحة أو سؤال وإذا كان شي حاجة عندكم فيها مشكلة إن شاء الله دي نحاول ما أمكن أنني نشرح لكم في فيديو بالتفصيل المميل إذا لا تنسوا لايك إذا أعجبكم الفيديو وبرتجوا الفيديو مع الأصدقاء ديلكم حتى ما يريدون أن يستفيد هكذا تحفيز لنا أيضا للاستمرار بطبيعة حال لشرح مجموعة الأمور التي تتعلق بنظامنا التعليمي داخل المغرب وموعدنا في فيديوهات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا شكرا